أقامت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة بابل ندوة حوارية لدعم المرأة وتمكنها في المجال السياسي والمدني والانتخابي للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بمشاركة عدد من الناشطة في المجال النسوي وممثلي منظمات المجتمع المدني في المحافظة هي معنية بالحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة المفوضية رزدت من خلال عملها خلال الفترة السابقة هناك ضعف في التمكين السياسي للمرأة وهناك ضعف أيضا في التمكين الاقتصادي للمرأة مما أدى إلى ضعف المشاركة السياسية للمرأة لعدة أسباب كثيرة سواء كانت أسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو تشريعية أو دينية أو حتى عادات وعراف الوضع السياسي الآن في العراق قيد المرأة سياسيا لكونها لا تأخذ قرارها بنفسها وإنما القرار يأتي من الأعلى منعتها فهذه تقيد المرأة وتكون يعني تضعف من معنوياتها وتضعف من يعني إرادتها بأن تعمل بصورة اللي ترضي هي واللي يرضي ضميرها أنا أشوف تمكين المرأة ضروري بالوعي بالتعليم بعيدا ولو نعرف حاليا إحنا تمكين المرأة ما تقدر لأن مجتمعنا مجتمع ذكوري وما يسمح للمرأة بالقيادة ونها لكن عندنا نساء عظيمات وقياديات ورائدات محفل بكل الدوار هاي وحدة ثانيا من يقولون تمكين المرأة تمكين المرأة كيف تقدر تتمكن المرأة من تمكينها بالوعي أو بنشر الثقافة ثقافتها إذا أكو تعينات تتعين المرأة حاليا من تتعين إذا هي قانونية بس لكن ما تتعين على اختصاصها تتعين مثلا كاتبة هاي زيان أين المرأة جردت المرأة من كل القيود من كل الاختصاصات اللي إلها ترجمة نانسي قنقر